السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة كنشكركم بزافة على حسن المتابعة و على حسن التفاعل ديلكم في الفيديوهات السابقة على قبل الليغاتو اللي كتحمقوا عليهم صراحة جبت لكم ذاك الشي اللي بغيتو في التعليقات اكترية للترطة ديال البرتوقال بدون اطار بدون اي مشاكل يعني ما عندنا ندرو بدك الادوات ديال المطبخ خليكم معيها من بداية الفيديو حتى الاخر بشعرفوا على المكونات و طريقة ديال التحضير اكيد الى جربتوها غادي تنال اعجابكم كاتح مقه رائعة جدا غادي تعجبكم بزاف و غادي تجربوها بعينيكم غمضين لانه هاده هما الفيديوهات اللي طلبتو مني و هادية الترطة ديال البرتوقال فاكهة موسمية بدون شوكولا ولا كترة المقادير ولا تضيع الوقت غادي تجربوها حالا حالا اللي كان طلب منيكم هو دخلوا لي اكبر من العدد ديال لايكات وش نقدروا نوصلوا هاد الفيديو هادا الخمسالاف لايك و ندروا العدد ديال التعليقات هكا لتعوم الفائدة مكرات شارنكم تبرتجيو الفيديو مع اصدقاء و الاحباب ديالكم كيفما انا كنبرتجي معكم اي حاجة و ما كنبخلش عليكم بحتى وصفة كنشكر بزاف البنات اللي جوني من الجروب ديالا سيبير اللي صراحة كانوا احتفاعوا رائع جدا كنت هدرت لكم شوية لحياتي و شكرا بزاف 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 على التعليقات ديالكم الرائعة اللي كانت وصلني في الانستغرام ديالي شيف سهيله و لا عبر اليوتيوب صراحة كنشكر الخاص لكم بزاف 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 وهذه الحليوة ديالنا كتجينا الرطبة وبنينة و الديدة وللأسف انا انا مضقتهاش لانه صايمة و لا يتقبل و ماما ديالي اللي كسا كتقول لي عندي لجنات تحكين في الدار هي اللي قاتل يارها بنينة و زوينة ولكن انا اترى الفطار ان شاء الله والغد اللي غاد يردى لكم الخبار فعلا كتجي لديدة لانه وطقت الكريمة ديالها البعارة بالليل صافي من بعد هنا غدي ناخدو ثلاثة ديال حبة ديال البرتوقال هما اللي غادي نستخدمو فاتورتها هادي غادي ننخسلوهم بزيان انا شديتا تكلها هادا تكل الحلفة ديال الشبكة وغسلتو مزيان مزيان هكا باش ميكوش داكا ترابو لاشي حاجة من بعد غادي نقشر جوج القشرة ديال اللي مونات و غادي نحتف دبات القشور هادا و لاحظوا انني ما كان نخطش داك الجلدة البيضة لانه هي اللي كتلق لنا المرورة حيلا لانه هاد الشير غادي نطيبو من بعد المهم غادي نجيب كسر هنا وغادي نحط في هاداك القشور حداية ومن بعد غادي نقشر اللي مون طبيعة الحل انه كان بغيت انا غيل داخل دياله هاد القشرة البيضة ما كان نخدموهاش نهائيا وكان قطعوهم هاد شكل هادا يعني طريقة جيد سهلات قطع ديال الليمون و لاكم عارفينو وغادي نحتاجو حنيا فقط غيلو بدياله هادي غادي نحتاجو غادي نصيبو كريمة ديال الليمون لي غادي كون بسيطة جدا و هي غادي نخلطو مع الكريمة ديالنا بدون تعقيدات يعني الليمون صراحة متوفر وكادي ايجي الديده لديده او لكن خدو النافل يعني متاخدوش الليمون ديال العصير خدو النافل هادا كيكون مهبر وزوين ومافيش العظام ومكيكون شمر وكيكون حلو سوف من بعد غادي نقطع ديالك الكيمياء كاملة اللي اندي جاتني هنا خمسمائة وعشرين تقريبا جرام من هاد شريدر خمسمائة وعشرين حمسمائة واثنين وعشرين من بعد غادي ندر النص ديال هادا الكمية هادى نادي ناقدره حنا خمسمائة جرام انا اضعت 250 جرام ولكن اضعت 50 جرام فقط اضعت 200 جرام من السكر هذه هي الطريقة التي سوف نضيفها لا تقولوا زمار سوف يأتي حلول لا بل اكثر سوف يأتي وهذاك في الحلاوة لانه دائما نضيف نصفها من بعد سوف نضيف فوق النار وسوف نضيف النار هذا جدا وسوف نقلبها بشوي بشوي حتى السكر بالنسبة لنا وحتى النار حتى السياح حتى نصف ساعة كما كانت ضرب شكرا ثم سوف نضيف نصف ساعة فعدها تبقى المزانة ومن بعد سوف نضيف المزانة يوضيف ونقلب المزانة حتى يتفق Above فعله كثير النار ثم احضر الجلاتين هنهي تعمدت أنا نخدم لكم بالجيلاتين دي الغبرة اللي دائما كتسولون عليه يعني كتسولون عليه وتعمدت أنا نندير هنتو ما بالنسبة للبنت عندي هنا معلقة كبيرة من الجيلاتين هنا هي عندي تقربا 11-12 جرام من الجيلاتين يعني عندي معلقة كبيرة 4 دي الجيلاتين هي 12 جرام دي الجيلاتين من بعدها قدي نجيب هنا تقربا handy 4 دي المعالقة نضيف المعلقة في الثاني من الدائما اعدلها بثلاثة المعلقة اما اجب التحضير سوف نضيف المعلقة كما قلت لكم سوف نزيد الملعقة لانه اعطي الات لانه زيت 4 كاس ادك 4 معين القادية الجيلاتين سوف نجعله جانبا من بعد هنا نطفعه عليه ونجعله يبرده شوية ومن بعدها نطحنه من بعد طحنته سوف نجيب هنا واحد صفاية يعني دائما لانه يكون في بقية الطريفة البرتقال وطريفة القشور وفي الاخير سوف نحصله على الليمون المعسل اللي صراحة يحمط المدق ونخبيه في ثلاجة باش نخدمه في كيكا وشي حل ودلوز وشي حاجه يجير رائع جدا هذه الطريقة اللي سوف نخدمه بها ثم في الاخير سوف نحصله على عاقد وتقيل وزوين سوف نضغط بالسباتيول باش هكا يهبطنا ذاك العسر دي البرتقال وصفي من بعد سوف يكون صفالية ودائما نحتفظ هانتما كما لحتوا هاد الليمون هاد المعسل غادي نحتفظ به كما قلت لكم غادي نصيبو لكم ان شاء الله في كيكا قبل طورتة وثاني لابغيتو كانت تخليوها ليه بالتعليقات الكون اللي دائما كتفرحني والله العادم وطلبوا مني اي حاجه كيف ما كانت ان شاء الله ندلو جميع الطورتات باش هكا يكون كل شيء في متناول كل شيء يفرح وليدته سوف تشهر هذا سوف من بعد كما لحتوا اخذي تاكل الجولي تابعنا نسميه الجولي ديال الليمون وغادي نضيف له بعد محطته على نار خليته يسخن نحط شوية غادي نضيف له الجيلاتين من بعد ما يسخلي اذك البرتقال وغايدو بلي الجيلاتين سوف ينحيطه على نار وهذا العملية كنديروها هي اللولا يعني باش انه باقي هاد الجولي هذا سوف يدخل الطلاجة ويبرد لنا تقريبا واحد من الساعة اتلاعنا مع الجيلاتين ضغياء كي اتماسك بطبيعة الحال سوف نحرك هكا بشو شو سوف نجي واحد زلفاء وهي اللي سوف نوضعها كما قلت لكم في تلاجة يعني دائما نخدمه هاد الجولي هذا اي جولي كان نخدمه هو بارد ما نخدمه شو وصخون لانه باش هكا ما يضياش لنا الكريمة سوف نضيفه بارد ثم تماما بعد شكل هذا ثم هاد البرتقال سوف يأتي رائع جدا وبينين منين سوف نضيفه المرحلة الثانية هي المرحلة الجنواز اللي سوف نخدمها بحجم كبير اللي سوف نخدم فيها ستاديا البيضات من الحجم الكبير اللي سوف نضيفه اللي سوف نقسمها على أربعة ديال الأقسام خليكم معي عندي ستاديا البيضات نشوف 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 سوف نضيفه وغادينا غادينا نضيفه مئتين جرام ديال السكر سانيدة ما يوعدنا كاز العنبه ونص كاز العنبه ونصد الكاز ونصد الكاز مئتين جرام ديال السكر سانيدة اللي سيحصل على اسجل والدنات الكاز العنبه من بعد ولانضيفه نصد الكاز لدينا 200 غرام ومن بعد نضيف عليه 3 المعارق الكاكاو ميوعد كاز اور 3 المعارق كاكاو سوف نخلط هذه العملية تطلب مجهود حيث نضيفه بشوية بشوية حتى لا يزال لنا وعندما كما لاحظتم ثم نضيفه نصف خمارة لانه طاوة كبيرة فران وهي اللي قدرت فيها بالنسبة للقياس نقول لكم ليس على القياس وعندما لقد قمت بشوية ولكن انا لحد اللحظة خفلت على قليل ونقصحت لي قليل في جنب ولكن من وسط لنبريها لكم كيف يجب غير انتو مالبنات ونرى بحلالة تهزل ونرى بالعكسر هاكا كيف يجبه سوف نجيب واحد الأيطار 22 سنتيمتر الذي سنفعله هذا غير فقط انني عبرت به ما قديش انتو تخدمونه نهائيا وانتو ما ديروا تبصيل اذا ما كانش عندكم هذا تسيح كل هذا يزاد و يتنقص ديروا تبصيل ليكون متوسط الحجم دياله وعبرو به احتوى يعني مزيان يعني اي حاجة عندكم باش انها تدير ممكن انكم تقطعوا بها شوفوا لها جنواز زيلي كيفاش كتجي خفيفة مهوية من الداخل وده با غد نقطعوه على 4 ديال الاقصم سوف نحاول انني نقصم هاكي ما كنت لكم 4 ديال الاقصم بهذا الشكل هذا وهنايا حاول ما جانيش وغادي نضيف يعني غادي نقصم بهذا الشكل عادي سوف هادي نقصم وهكا كم قلقي شي معاشي هادي غادي نضيرها في الوسط يعني ما تتبانش نهائيا هاد لجنواز هادي تماما من بعد كن قطعها سوف يكا نخليها جانبا هكا باش ندوزل المرحلة الثانية الثالثة عفوا انتم ممكن فاش كتجي كتجي ارتباء والديدة السراحة كنا ناكل فيها لديدة سوفي من بعد هنا تحصلت على 4 ديال الاي جينواز بهذا الشكل هذا وغادي نخليهم جانبا تعمت انا نديرها رقيقة ما نديرها شغلية بسه هكا باش ما تجينش غالبة على الكريمة من بعد هنا يحتاجت هنا تقريبا 500 ميليليتر من الكريمة السائلة وما درتش كامل ارتغرب 100 ميليليتر وخليت 100 قرام باش انا انا ندوب بها الشوكولا انا ندوب بها القاناش من بعد جبت هاد الجولي هادا سوف نحركه غادي نفرت شو هكا واحد شوية من بعد ما درت شوية الكريمة انها تطرب ليها جبت لها ما شي مطلعهش بزاف يعني ما ما طلعتهاش بزاف من بعد هنا هي خلطة مع الكريمة ومشي تطربتها في تطرب الكهربائي باش هكا اضغايت مساجمل ليها غير هو دیروه في شي زلافة تكون كبر من هادى باش هكا ما تعدبكم باش مرحل الى الكريمة مع الكريمة البرتقال ونضحها في الكريمة ونقلب من الأسفل لا تريد أن تسجم بسرعة بسرعة تغييط تربوها واحد دقائق طرطة اليمون سيتربوه ستنال اعجاب ستحرك ونقلب المنطقة تقريبا 1 دقيقة ستغييط تسجم ستجميط ونقلب الجنواز ونقلب المونتي هنا قريعة في الحليب وهي اللي ستقوم بها فقط ترتغي الحليب ممكن تقوم بأي سيرو كتفضل ممكن تقوم بحليب وشوكولة ثم ستجميط ستجميط ونقلب ونقلب الجنواز الضخص ونقلب الجنواز ونقلب قليل فقط ستجميط ستجميط ونقلب ونقلب من فقط ونقلب كنقادل مزيان مزيان ومن بعدها كنسلي عاد كنبدأ في الجوانيب كنقادل هنا اخر طبقة وهي الطبقة الرابعة ما سقيتهاش وممكن تسقيوها صافي كنقادل هكا الكريمو ومن بعدها كنقادل الجوانيب وبدأ نقادل هكا بكل سهولة يعني كنتقادل لكم بشكل ما زمان ما قددتش انها تقط مونطة هكا ندير سيركل تلخر ستتحيي السيركل ومن بعدها ستدير هاد العملية هدي انها تبقى تطلعي هاد الكيكة هدي من الفق صافي غدي نسحط طبعة الحال الجوانيب غدي نقياهم مزيان هكا بشكل يال تورتاديا نقيا وغدي نجيب هنا هاد سباتويل هدي لي نفعتني بصح قدي تغيب مية وستين ريال ونفعتني لانه كتقد بالزافي يعني نشوفه كيف شدك الحفة او اللور ديالها ان اني كندوزها اي حاجة زيدة كتحييدها ليا بطبيعة الحال صافي كم قاقد اي بلصة فيها شوية بينه ذاك الجينواز ان اني كنعود ندليها الكريمة ونعود نقادها صافي هكا كتكون قادة ليا بطبيعة الحال وهاد الحلوه هدي الميزة اللي فيها انها ماشي ديال مجمد فقط كن خلي واريف تلاجة تقريبا 1 ساعتين او 3 سوايع وكان ما منطيوهو صافي من بعد باش غدي نزوقوها غجبت هنا لفخوي هنا غير الكيوي والفريز والليمون ما اللي بغيتو يعني هذا فقط زين وصافي كيما لاحظو غندي لابد شكله كل كيوي كل نص كيوية غد نقسمها على جوج ومن بعد غد نشت شوية دلي الفريز هي حبت تقريبا 1 جوج ولا 3 تلحبت ولا ما كانش ما تديروش واندي هنا البورتوقال من سبل قاناش ان اندرت تقريبا هنا هدي العلوبة هدي ديال 5 دراهم هدا وين عود شوكولات اللي درت ودرت تخلطه مع شوية ديال الكريمة سائلة سافي وخليت هاته بردت شي شوية عاد بش ترتفوحة البلاستيك وغادي ندير بيها بهات الشكل هادا من بعد جبت التورتة ديالي من بعد ما بردت لي غادي نزوق هكا في الجوانب مهمتين على حسب الرغبة اللي كيكون بسيط جدا انتو ما كي ملاحتو كيجي رائع جدا وحتى المداق ديالو كيما كليكم جا تسوينا بسف وكم قد نزينو تزين على حسب الرغبة ديالنا وكل واحده كيفاش كي بغي يزين مهم انا اخترت التزينة ديالي كيكون بسيط وصراحة ان كيجي رائع جدا كانت من الفيديو اتنا لاعجبكم ومصحة وراحة ولا اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشراك في القناة باش توصلوا بجديد الفيديو هاته ان شاء الله الجي وفرجة ممتعة اشتركوا في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة